اليهود كلما اشتدى كره أحدهم للمسلمين جعلوه وزيراً أو رئيس وزراء جعلوه وزيراً أو رئيس وزراء وعظموا مشانه بمقدار كرهه للعربي والمسلمين وفي المقافل في الدول العربية الإسلامية بمقدار ما تكره اليهود تكون في أضيق السجون اللي شموا منا رائحة معادات اليهود أو أهل الاحتلال ومحاربة الإسلام في بلادنا والذين اغتسبوا أرضنا وحاربوا ديننا والمسلمين إذا تكلم أحد فلا يرقى ولا يصل إلى أعلى المستويات بل هو في دركات السجون هذا أمر واضح وحتى اللي كان من كان غافلاً عنه يستطيع الآن أن يتبينه هكذا المسألة هكذا المسألة ترجمة نانسي قنقر